فجأة مرة واحدة من ساعة منتو جيتو يعني احنا انا بتكلم كصاحفي فانت كنت تتسأل المسؤولين السابقين وقت طبعا رحيل المجلس المنتخب واللجان المختلفة يقولك ان فيه مشاكل مالية فيه عزمات مالية المجلس المنتخب كان يعني عمل ديون كبير على النادي ثم بعد كده فجأة اختفت نغمة التبرعات وانت حرطك بتقولي من شوية انت زمالك فيه تضافقات فيه يعني في خلال شعارين صارفين فوق المئة وعشرين مليون جنيه فوق فوق الرقم فعلا؟ اه مئة وعشرين مليون جنيه صارفين يعني ما دخلتش مئة وعشرين ده ده خلقت بستتم صارف أزم من مئة وعشرين مليون جنيه ومال ايه نغمة تتبرعون زمالك اللي كانت سيدة في فترة اللجان السابق او اللجان المعينة يعني مش عايف اقولك بس لا اتكلم انت يعني لا مش كده بس يعني ما يعني بص النادي محتاج وقت كتير فانانو هذا ضيع يعني وقتي في التفكير فيه اخطاء الاخرين او سيديت تؤثر على براند نادي زمالك الدنيا بهدلت طب انا بقى هاو ده افكر في الموضوع ده والاو ده صلح اللي هم عملوه واسبني هم عملو ايه اكيد هاو بقى ايكز في الشغل واصلح اقل لحجم المشاكل لان فعلا النادي محتاج وقت كبير محتاج عنده شغل ايتيه عنده شغل في كرة القدم عنده فقيق لازم تحافظ عليه والدعامه بشكل كبير محتاج عدد من اللاعبين بشكل كبير ومحتاج انك تكون ملتزم معهم بفلوسهم كل دي ده فلوس وهتشتيف لعيبة بفلوس زائد بقية الالعاب نفس المشكلة تقيبا فانت محتاج وقت تضيعه في ده احسن ما تضيعه في ده غالط في ايه وده غالط في ايه هيبقى فيه استاد لنادي الزمالك ولا لسه ما يعني ما خدتوش قرار في المجلس بده لا واخدين قرار وفيه رسومات خلاص وفيه موافقات برسومات ويعني في خلال فترة ريبة هيكون لان الرئيس مدينا مهلة سنتين فات منهم تقريبا شهرين او ثلاث شهور يعني لازم هنبتدي على طول نصح هراك الملف ده يعني في خلال الفترة دي احنا خلاص خلصنا كل رسومات تقريبا جاهز على ان احنا ننفذ فيه جلسات خلال الايام دي للتنفيذ وكيفية التنفيذ لكن ان شاء الله يكون فيه استاد في الزمالك هل هيتم ازالة اليفطة او اللافتة اللي موجودة على سنة نادي الزمالك الخاصة باني نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي اللي كنتو حططوها قبل كده ولا هتفضل موجودة لا هتفضل موجودة يعني انا وجهة نظري ان انا ننزمك نادي القرن وغاية دلوقتي اي زمالكاوي هتسأله هو وجهة نظري ان هو نادي القرن وده طبيعي لان انا اخذ عدد بطولات اكبر زائد ان انا اخذ البطولة الاهم لكن يعني انا شايف نفسي على الاقل انا النادي الاكثر تتويجا في القرن العشرين لكن انا عندي برضو عندي حاجات يعني فدقني مهمة انا عندي ان انا ابن استاد وابن النادي اكتوبر وادخل فلوس للنادي واجيب فرق واكسب بطولات انا عاد اربع سنين ان شاء الله اتمنى ان اخذ فيهم مش اقل من اللي انا اخذتوا قبل كنا فرع اكتوبر ده وقت هيك